موسيقى للمرة التامنة هالحدث عم بيصير وبيجمع أهم وأبرز أطبا سنين من لبنين وكمان من الخارج متخصصين بكافة المجالات الطبية المتعلقة بطب سنين فيه أشياء مميزة هالسنين فيه أشياء جديدة أضفتوها ولكن سؤال الأول هو شو هدف إقامة هالمؤتمر هو هدف بالحقيقة هو مؤتمر علمي لأطب الأسنين بلبنان وبرات لبنان ومنتمنى أن يكون كل لبنان اللبنانية شاركوا فيه هدفه أنه كل المجالات اللي عندنا كل الاقتصاصات عندنا كذا اقتصاص بالطب السنين للتقويم للولاد للثة كلهم إلهم دور بهالمؤتمر وعطينهم وقتهم وهدفه أنه كل حكيم السنين يتعلم ويضلوا على التقنيات الجديدة الموجودة عالميا بالطب الأسنين طب السنين بيشمل الاختصاصات عديدة نعم ويكون هناك متخصصين من كل هالمجالات موجودين مضبوط لدينا اقتصاصات عدي وكل اقتصاص بقلب لبنان وكل اقتصاص عطيناه دوره هذا من أقل مؤتمر أكثر أقل مؤتمر فين يقول أو أول مؤتمر للي هالأد عاطي لكل اقتصاص دوره وقته ونهاره باحترام ولنتمنى لكل حكيم السنين يشارك بالوقت ويعطي ويكون على التقنيات والمعلومات الجديدة اللي موجودة عالميا دكتور مايا المشاركين بهالحدث هني كلهم أطباء أسنين متخصصين مثل ما قالت دكتورة خلف هو المؤتمر مؤتمر علمي لأنه قابة أطباء الأسنين الترابلوس تعودت كل ثلاث سنين تعمل المؤتمر بس بما أنه هالسنين المؤتمر بيتزيمن مع اليوبيل الدهبي للنقابة حبينا أنه يكون متميز بكل شيء من رئيسته دكتورة رولا للوكال اللي هو جامعة البالاماند اللي هي صراح علمي كتير مهم لحتى عدد ونوعية المحاضرين المشاركين معنا مشان هيك نحن معنا هالسنين ثلاثين محاضر أجانب فرنساوية طليان من كوريا من اليونان وبالإضافة لمحاضرين عرب من الأردن من العراق من مصر وعننا كمان محاضرين محليين من مختلف الجامعات اللي بتوعنا بقطاع طب الأسنين أغلبون البروفيسور بالجامعات اللي هن فيها وبعض المحاضرين من زملائنا من الشميل دونك تقريبا عنا 60 محاضر من مختلف الاختصاصات اللي كان دكتور من البنين والخارج هل هالحدث كمان مفتوح للطلاب اللي عم بتخصصوا بطب السنين صحيح نتمنى مشاركة كبيرة من الطلاب نحن عملينا جاست تشجيعي للطلاب مختلف الجامعات لأنه منحب حضورهم معنا ومشاركتهم ولا يظلهم up to date يعني نحن ما حكينا عنوان المؤتمر تبعنا اسمه catch the update يعني اللي يظلوا up date بقى متمنى يتميشوا مع التطور بهالمجال اللي يتطور بشكل فضيع فضيع ومشان هيك المؤتمر catch the update لنظلنا متطورين من كل النواحي فإذا خبرة ومتخصصين من لبنان ومن الخارج رح اجتمعوا بيها الحدث أكتر من 60 متخصص رح يكون في تبادل الخبرات 100% وفي بالإضافة للمحاضرات في سيستام الوركشوب يعني مثل ورش عامل يعني خلينا نحك عن برنامج المؤتمر على مدى 4 تيام شو رح يصير الافتتاح بـ 21 شهر 10 ونص السبع لا الافتتاحية بتكون 10 ونص بس نحنا ببلشوا من ساعة 9 بتبلشوا المحاضرات على ساعة 9 لأنه لحيكون 8 ونص الاشتراك للي بعد ما سحلوا يشترك بالمؤتمر بجامعة البلمند ونشكرها من كل قلبنا لجامعة البلمند على ضيافتها لقلنا من 8 ونص ببلشوا الاشتراك التسعة ببلشوا المحاضرات عشرة ونص بوقفوا لأنه يصير في عنا الافتتاحية افتتاح الرسمي للمؤتمر على 12 ونص بيرجعوا بيكملوا المحاضرات بيتخلل هالثلاثة أيام ورش عمل بعد الظهر أو قبل الظهر ثلاثة أيام ثلاثة ورش عمل مهمين بالإضافة للمحاضرات العديدة نحن فيه ورش عمل يعني أعمال تطبيقية عمل تطبيقية ووركشوب مع حكمة من الخارج ومن حكمة بيعلموا الحكمة على التقنيات وفي شغلة بعد الميزة هي الليف تنسميشن هيدا الجديدة هيدا اللي سيكون شوي غير عن السنوات الماضية عن السنوات هو الليف تنسميشن ما يكون بكل الجامعات وبين أقابة أطباء السنين في بيروت بس السنة الليف تنسميشن له واقع خاص هو الليف تنسميشن فيا انترنت اللي لحيكون أي طبيب أسنين وين ما كان يقدر يلاحقنا مش بس بلبنانا بالعالم بالعالم يقدر يلاحقنا بالحدث وبنفس الوقت ما بس يلاحقنا بالحدث فيه كمان يسأل الأسئلة اللي بدون يعني فيه لايف انتراكشن حتى لو ما كان يسأل على الفيسبوك الأسئلة اللي بدون بيها ويقدر الجواب يخدوا ديرك من البروفيسور اللي عم يعمل العملية لأنه لحيكون فيه نهار أستيتيك على مرئيد معين وثاني نهار لحيكون فيه عملية جراحية لحيكون تمنع لمعذرة كمان عبر مباشر يعني أول نهار الدكتور كريم أرباني اللي حيكون هو اللي عم يعمله وثاني نهار الدكتور جورش خوري جاي من فرنسا لحي يعمل هالجراحة على العظم يعني اللي مش قادر يوصل على المؤتمر المؤتمر رح يروح لعنده عبر الانترنت لا هي انترنت هاي دي هاي دي نحي تلاح وانتراكشن هاي دي من نحي تلاح ترانسميشن بس نحنا مش عم نقول بدنا مشاركة نحنا بدنا مشاركة بس بفقرة وحدة صحي فيه فكرتين نهارين بس نحنا بدنا مشاركة من كل الأطباء من المحاضرات من كل أنحاء الأراضي الليبنينية لعنى على جامعة البلماند نتمنى مشاركتهم وهيدا دكتور معي عرفت انه رح تكرموا كمان بعض الشخصيات ساح بس اذا تسمحيلي بس بدي يضيف على البروغرام العلمي مثل ما قلنا انه كتاعة طب الأسنان فيه اختصاصات مشان هيك بما انه اغلب الاخصائيين التقويم او طب الأسنان عند الأطفال بما انهم شوي ممكن ما بكتير بيحبوا يدخلوا باقي الاختصاصات عاملين نحنا نهار السبت جورني اللي بيحب يعني ما يتسجل بكل المؤتمر بس بالجورني أورتو أو بيدو كمان هيدا الشي يقدروا يشيركوا بيها نهار نعم بس بهيدا نهار نعم بدنا نحكي عن دور جامعة البلماند هيدا مش أول مرة بتستضيفكن لا هيدا أول مؤتمر صار من نقبة أطبال السنين هو بجامعة البلماند ونشكر جامعة البلماند دايما على استضافتها لألنا وعلى قلبها المفتوح دايما وبتأمننا أهم أمفيتيات وحتى بالتكنولوجيا كمان كلهم أمنت لنا إيهون بنشكرها ودايما أنا بقول الجامعات والنقابات ما فينا نفصلهم عن بعضهم لأن الجامعات مع النقابات هني دايما التطور والعلم وبتعاون مستمر بتعاون مستمر جامعة هني اللي عم بيقدمو لكم والأطباء بالنهاية والمتقص السيجة مضبوط حتى لو ما بالبلماند ما في بعد فرع طب الأسنين بس دايما التعاون مع بعضهم والعلم مع بعضهم هني دايما بيوجهوا كل مهنة حرة حتى بكل شيء هو للتطور والعلم والتقنيات الجديدة واللي هي موجودة لحتكون عندنا بهذا المؤتمر وكمان بنشكر الشركات للي حاتين أحدث ما عندهم من من مواد ومن أجهزة بقلب هالمؤتمر كمانا لأنه في إكسبو بدو يدل على ثلاثة أيام المؤتمر مشاركين فيه حوالي أربعين للمعديد والأجهزة والأجهزة والسنين حتى لحيكون كب كام لأشياء الجديدة الموجودة حيدلهم معنا ثلاثة أيام وممكن أي طبيب يحب يزورهم ويجيبوا الأشياء اللي هنا بحاجة كيف ممكن يشاركوا بهذا المؤتمر من الأطباء الأسنين الأطباء أو طلاب الأطباء الأسنين بيتوجهوا أو على نقابة الشمال نقابة أطباء السنين بشمال بترابلوس أو على نقابة أطباء السنين ببيروت ليدفعوا الاشتراك ويتسجلوا واللي ما عنده وقت أهلا وسهلا في عتمين ونص الصبح بقلب البلمان يتسجل لأنه كمان باب الافتتاح مفتوح لتجهي كان صعبة تقنعوا الأطباء المشاركين من الخارج أنه يجوا على لبنين وصعب الظروف لعمل يمكن ما كانت أصعب يعني صعب جزء وأكتريتهم أوروبية لدينا كثير أوروبية السنة لدينا عرب بس أقل من الأوروبية بصراحة لا الكل كانوا مبسوط ومتحمس ليجي على لبنين لأنه دايما لبنين من كل شي من ناحية الطب والطب العام والطب الأسنين هو من فيني أقول من أكتر ناس متطورين بالعالم بس كان شوي صعبة الحالة الأمنية في بعض منهم وقصة الزبالي تخوفوا مننا بس يوصلوا لعنا رح يديرون أكيد من اليوم واصل هلأ بكم طبيب أسنين وفي منهم بعتولي أسماس أنه نحنا بالطيارة أنا بنصح كنت طلوون ضغري على الجبل شكرا لوجودهم مدام رولا بدنا نشكر القوى الأمنية لسيما الأمن العام لأنهم كثير ساعدونا بتسهيل الفياز للمشاركي للخارج شكرا لأكم فاشنيستارولا كاعدة نعترع مع أخبار جديدة ومميزة لصيف 2016 نحن نتقل عندها